في إطار التوعية بأهمية الحفاظ على طبقة الأوزون في الغلاف الجوي والحماية من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية الضارة تحتفل الإدارة العامة للطيران المدني ممثلة بإدارة الأرصاد الجوية باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون الذي يصادف السادس عشر من سمتمبر من كل عام طبقة الأوزون الحقيقة هي طبقة هامة جدا طبقة تحمي الكرة الأرضية بما عليها من حياة بشرية ومعظم كل الكائنات الحية النباتية والحيوانية من الأشعة الضارة اللي هي الأشعة الفوق البنفسجية هذه الأشعة الصادرة عن الشمس نحاول بشتى الطرق أن نستبدل الغازات المستخدمة الآن المسؤولة عن تفكك الأوزون بغازات أخرى تؤدي الغرض ولكن ما تأثر على طبقة الأوزون إدارة الأرصاد الجوية تقوم بتشغيل وإدارة وصيانة محطة لرصد أناصر التقص في طبقات الجو العليا التي تعمل على رصد بيانات كثافة طبقة الأوزون فوق دولة الكويت مرتين شهريا إطلاق بالون يحمل أجهزة إرسال واستقبال لاسلكية ومعدات دقيقة لرصد تلك البيانات عن طريق فنيين ورصاد جويين متخصصين في المجال ومن ثم استقبالها عن طريق سيرفرات وبرامج خاصة لدراسة وتحليل تلك البيانات وبعدها تقوم إدارة الأرصاد الجوية برسالها إلى الشبكة الدولية لمراقبة طبقة الأوزون في العالم التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التفجيرات والتجارب النووية وإطلاق صواريخ تحمل أقمار صناعية والمركبات الفضائية وزيادة عدد الطائرات في طبقات الجو العليا أسباب تؤدي إلى تآكل طبقة الأوزون وتستوجب تنسيقا من كل دول العالم للمحافظة على هذه الطبقة الهامة لحياة الإنسان عسن من غيام تلفزيون دولة الكويت